عن الحدث الأهم والأكبر في تاريخ العمل الأهلي التنموي تحديداً هو مبادرة كتف في كتف اللي شاهدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضر احتفالية كتف في كتف على استاذ القاهرة وده كان الحدث الخيري الأكبر اللي بيعد أطخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري كمان عبر تقنية الفيديو كومفرنس شاهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق عمل المبادرة وشاهد كمان عمل الشباب المبادرة والمتطوعين والتجهزات اللي تمت لتوزيع كرسين الغذاء قبل حلول شهر رمضان الكريم في عدد كبير من المحافظات كمان مبارح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة اتكلفت 350 مليار جنيه رئيس قال كمان أن المرحلة الثانية والثالثة هنستكمل بيهم المبادرة والأرقام أكتر من تريليون جنيه التحالف الوطني الحقيقة لا ينكر أبداً دوره محدش يقدر ينكر أبداً دوره إلا إذا كان يعني في نفسه حاجة مش جيدة لكن التحالف الوطني دوره عظيم جداً جداً واللي إحنا النهاردة موجودين هنا واللي بنشوفه ده وعملوا على مستوى محافظات مصر بالكامل بيعكس كده بالأمس القريب ومن هذا المكان أيضاً شهدنا إطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من أربعة آلاف قرية مستهدفين تحقيق التنمية تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مصري أنا قلت الموزنة دي المرة اللي فاتت لكن الأرقام اتغيرت خالص يعني إحنا لما أطلقنا المشروع ده من سنتين تقريباً كنا بنتكلم قلنا ممكن تبقى 700-800 مليار أو تزيد أنا عايز أقول لكم أن المرحلة الأولى وحدها المرحلة الأولى اللي إحنا شرفنا على الانتاء منها تكلفتها وصلت لأكثر من 350 مليار جنيه أكثر من 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى فقط يعني أنا زي ما قلت قبل كده لكم أن المرحلة التانية والتالتة اللي إحنا إن شاء الله مصرين على تنفيذها يمكن تدخل في أرقام أكثر تصل إلى مجموحهم مع بعض تريليون جنيه وها نحن اليوم نشهد نجاحاً جديداً كتبته أياد المصريين المخلصين في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص فتعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر مستهدفين في ذلك الوصول إلى الأسر والفئة الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور شعب مصر العظيم منذ تسع سنوات واستجابة لندائكم شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن منذ تسع سنوات واستجابة لندائكم شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن مستعينا على هذه الأمانة بالله ومعتمدا على ثقة في قدرات المصريين ومتأقنا بأن الله لا يضيع أجرما أحسن عملا ساعيا من أجل رفع تورقي هذا الوطن بالعمل الدؤوب والنواية الصادقة وعلى قدر الصعوبات والتحديات التي واجهتنا لأعادة مصر لمصارها الصحيح بقدر ما كان العزل والإصرار على خوض غمار هذه التحديات لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والنماء